وبرحب بيكم مشاهدينا في كل مكان جمهور النادي الأهل العظيم برحب بيكم ويوم جديد من أيام البيت الكبير حلقة نهاية الأسبوع عايزين برضو نقول مبروك يعني في أي حال من الأحوال مبروك لمنتخبنا مبروك النقطة اللي حصلنا عليها وتأهلنا بيها الصعود لكاس الأمم الأفريقية ولكن مش هنحط راسنا في الرمل كان نعام زي ما بيقولوا أنت النهاردة ده فريق حصل على سبعة كاس أمم أفريقية ما ينفعش أبدا أبدا يكون الأداء بالطريقة دي ولا يعني النجوم النهاردة عدد المحترفين اللي عندنا النجوم الكبار اللي بتلعب في أكبر الأندية النهاردة في مصر يعني ولا كأن أداء متواضع أكيد هنتابع هذا الحدث بكل تفاصيله وأكيد عندنا كمان يمكن زيارة مهمة جدا جدا لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اللي قام بيها الإسكندرية وتحديدا لنادي للتحاد السكندري وتلبية الدعوة من الحج محمد مصلحي حج محمد رئيس نادي للتحاد السكندري علاقات وطيدة من التمانينات بتجمع ما بين الكابتن ديبو والحج محمد مصلحي ودي زيارة الحقيقة اللي كان لها واقع كبير جدا في نفوس الإسكندرية زي ما بيقوله كده عيد يعني عيد النهاردة كان في اسكندرية احتفالا واحتفاءا بزيارة الكابتن محمود الخطيب اللي شاف فيها الحقيقة التفرق كمان الإنشاية هنقول لكم عليها بالتفصيل وعندنا تقرير بشرح بالتفصيل هذه الزيارة مبارح كان كمان لب دعوة المهندس فرج عام الرئيس نادي سموحة النهاردة في نادي للتحاد السكندري زيارة لها يعني لها أثر ولها دلالة ولها رسائل كتيرة جدا هنتبع برضو تفاصيلها وأكيد مش هننسى تفاصيل أخبارنا أو الأخبار اللي تخص نادينا النادي الأهلي واستعداداته للتحديات المهمة اللي بتنتظره في الفترة اللي جاية في بطولة أفريقيا ومشواره كمان في بطولة الدورة الممتازة